تشهد دبي أحد أهم عروض الرقص التي تشمل وأنواع الرقص كافة مثل الهيب هوب والرقص الكلاسيكي واللاتيني وغيره من أنواع الرقص ضمن عرض متميز يشارك فيه عدد كبير من الراقصين والراقصات الموهوبين كاميرا أخبار الآن كانت قد التقت مسؤولة العروض شاميلا كامسي والتي أطلعتنا على مزيد من التفاصيل حول هذه العروض الرقصة اسمي شاميلا كامسي وأنا في الأصل من الهند تلقيت تدريبي بالكامل في لندن حيث أنني كنت أرقص منذ وقت طويل ولحسن الحظ انتهى بي المطاف هنا في دبي وأكملت تدريبي في مدرسة الرقص والآن لدي ما يقرب من ستمائة شخص يرقصون معي وحياتي رائعة في الوقت الحالي وأنا أحب هذا المكان حصلت على الإلهام من الحياة بشكل عام أظن أنه كلما تقدمت بالعمر تبدأ في تقدير بعض الأشياء أكثر مما كنت تعيرها انتباها عندما كنت أصغر سنا وتبدأ في رؤية الجميل في كل شيء تراه فأنا أحصد على مصدر إلهامي من فهم طبيعة الناس وكيفية تعاملهم في عدة مواقف بالإضافة إلى الموسيقى ومن الرقصين ومعلمي الرقص الآخرين العالم مليء بالمواهب وأظن أنه بإمكاني الاستمرار في التعلم من الآخرين مدمن نحترم ونساعد بعضنا البعض ليس هناك أي شيء أنا لست مسؤولة عنها فأنا مهوسة بالسيطرة قليلا أحب أن أكون مسؤولة عن الأزياء التنكرية لأنني أبدأ بتخيل الرقصة بدأت هذا العرض في الأساس عندما أراد الأهل أن يروا كيفية تطور هؤلاء الأطفال فهم يتركونهم عندي كل أسبوع وأرادوا أن يروا ماذا يحدث فقررت أن أبدأ عرضي الخاص وطلبت منهم التوقف عن المجيء في حصص الرقص ومقاطعتي هذه هي الطريقة التي بدأت فيها منذ 27 سنة مضت في ساحة ملعب التنس ومن هنا بدأنا بالتطور بدأ العرض باكتساب شعبية أكبر وأكبر مع الأيام ثم جئنا هنا إلى مسرح دبي الاجتماعي للفنون هو مكان رائع يحفز على الآداء وكنت سعيدة جدا عندما حصلت على الفرصة لوضع هذا العرض على خشبة المسرح حتى يحصل الراقصون على هوية احترافية من خلاله العرض يتكون من خليط من الأطفال عمرهم لا يتجاوز سبع سنوات مع مجموعة من أفضل الرقصين المحترفين الموجودين في دبي هي بالتأكيد تجربة رائعة لأنه يوجد هناك أكثر من طراز فنحن نؤدي رقصات الهيب هوب والجاز الكلاسيكية واللاتينية والإفريقية وبوليوود باختصار لدينا جميع الأنواع التي تعبر عن اختلاف الناس الذين يعيشون هنا في الإمارات ترجمة نانسي قنقر